هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وشفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القائل سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم على شاشة قناة الرحمة المباركة في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أكرر مع بداية كل حلقة وأقول إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدر وأغلاها مهر وأقومها قيل وأصحها دليل وأوضحها سبيل علم التفسير لكتاب الملك القدير فهو شمس ضحاها وبد ردجاها ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولازلنا بحول الله وفضله وفتحه وفيضه ومدده مع صورة الفاتحة وأنا أعلم أنني قد أطلت النفس كثيرا في بستان هذه الصورة وذلك عن قصد وعن عمد لأن الفاتحة أم القرآن لأن الفاتحة أم القرآن أم الكتاب ولأن الفاتحة تشتمل على كثير من الأصول والمعاني وقد أحيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في تفسيرنا لبقية صور القرآن الكريم إلى هذه الأصول التي أؤصلها الآن فأرجو أن يصبر إخواني وأخواتي أنفسهم معي وهذا والله رزقكم وأنا أشهد الله ما أتيت لحضراتكم حلقة إلا وأنا قد أعددت العدة لأكثر مما أرزق به في وقت الحلقة وهذا فضل الله علي وعليكم وأسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم وأن يفتح لنا ولكم بما يرضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه لا زلنا أيها الأفاضل مع قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين ولا زلنا مع معنى العبادة هرع إلى الصلاة ليجدد الصلة بينه وبين ربه ومولاه فالصلاة صلة بينك وبين الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخره بينك وبين الله منجاه فالصلاة صلة الصيام قرب إلى الله جل وعلا الزكاة الحج العمرة الذكر الاستغفار إلى غير ذلك سبب لتفريج الكربات اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم لا ينجيكم من هذه الصخرة او من هذه الغار الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم يا الله خلي بالك ما فيش نجاه من هذا الغار الذي سد عليهم في وسط الصحراء وسط الصحراء الا ان يتضرعوا الى رب الارض والسماء الذي يعلم السر واخفى لكن بأي شيء يتضرعون بالاعمال الصالحة بالقربات بالعبادات بالطاعات اذا كنت في ضيق وفي كرب فتذكر عملا صالحا من الاعمال التي ترجو بها وجه الله وتوسل الى الله به اي بهذا العمل فهذا من التوسل المشروع ان تتوسل الى الله وان تستغيث بالله جل وعلا بصالح عمل من اعمالك او بعمل صالح ترجو قبوله من الله جل وعلا بعبادة من العبادات بطاعة من الطاعات هذا امر اركز عليه استغف بالله جل وعلا وتوسل الى الله جل وعلا بعملك الصالح بعبادة ترجو فيها قبول الله لك وثواب الله وفضله عليك اما الاول ماذا قال قال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مال فنأى بي طلب الشجر يوما كان رجلا حطابا يعني يجمع الحطب ويبيع الحطب فانصرف في الصباح الباكر ليجمع الحطب فغاب نأى به طلب الشجر ابتعد كثيرا كثيرا عن مقر والديه فنأى به طلب الشجر يوما فلم ارح عليهم حتى ناما او فوجدتهما نائمين يعني عاد في وقت الروحة في وقت المساء بالغبوق ما هو الغبوق اللبن اللبن وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مال استشكلت لفظة ولا مال على كثير من احبابنا من طلبة العلم والمراد وكنت لا اقدم في الشراب على والدي اهلي ولا مال اي خدم ورقيقي فالمراد بالمال هنا الخدم والرقيق الذين يعملون عنده هذا هو المراد وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مال اي لا اقدم عليهما في الشراب زوجة او ولدا او عبدا او خادما لي ابدا يقدم يقدم والديه فنأ بي طلب الشجر يوم فلم ارح عليهم فوجدتهما نائمين فاستحي لهما لبنهما واذهب فاسقي زوجتك واولادك واماءك وخدمك لا لا ما فعل ذلك انه البر قال فضللت واقفا امسك غبوقهما حتى الفجر حتى الفجر لم ينم ولم يسقي اولاده ولا خدمه واستحيى ان يوقظ والديه فظل واقفا يحمل اللبن على يديه حتى الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم ان كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة الا انهم لا استطيعون الخروج حدثت الفراجة الاولى بفضل الله ثم بفضل الطاعة ثم بفضل هذه العبادة التي هي من اشرف العبادات بعد التوحيد بر الوالدين عبادة من اعظم العبادات وطاعة من اعظم الطاعات وقرب من اجل القربات واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا الى غير ذلك من الايات الشاهد لا اريد ان اطيل النفس هذا توسل الى الله بهذه العبادة وبهذه الطاعة ببر الوالدين والاخر توسل الى الله جل وعلا بعفته عن الزنا وعن الحرام مع ابنة عمه وكانت احب الناس اليه وتمكن منها كما يتمكن الرجل من امرأته ولكنه ارخى عليها ثيابها وقام عنها خوفا من الله وارضاء لله فدع الله عز وجل بهذا العمل اللهم ان كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة اما الثالث فقد توسل الى الله بامانته واستثماره لاجر اجيره الذي رفض ان يأخذ الاجر لم يأكل اجر الاجير ولم يأكل عرقة وانما اتق الله في هذا المال وادخره واستثمره حتى باركه الله جل وعلا فتوسل الى الله بهذا العمل الكبير الجليل العظيم اللهم ان كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا بفضل الله جل وعلا ثم بفضل عباداتهم وطاعاتهم الكبيرة العظيمة قد يستهن كثير من الناس بأجر الأجير لكن انظر كيف جعل الله أمانة هذا الرجل في أجر الأجير سببا من أسباب النجاة كيف 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 وكثير من الخلق الآن يأكلون أموال الناس بالباطل ويأكلون أجر الأجراء بالباطل بل ويتحايلون على الأجير المسكين لشرب عرقه ولشرب دمه ولأكل ماله فلتمتلئ بطونهم بهذا الحرام الذي لا ينفعهم ولن ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة الشاهد أيها الأفاضل أن العبادة سبب من أسباب تفريج الله للكربات وللهموم والنبي صلى الله عليه وسلم أقول والحديث في مسند أحمد بسند حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله وضعفه غيره من أهل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومدار تضعيف علمائنا لسند هذه الرواية أو مدار اختلاف علمائنا في تضعيفهم لسند هذه الرواية وتحسينهم أو تحسين البعض لها على الحكم ابن مصعب مدار تضعيفهم لسند هذه الرواية على الحكم ابن مصعب والحكم بن مصعب متكلم فيه ولم يوثقه إلا بن حبان حتى لا يتصور بعض أحبابنا لماذا حسن العلامة أحمد شاكر ولماذا ضعف العلامة الألباني رحم الله الجميع فأرجو فقط من أولادنا وشبابنا وإخواننا أن يعلموا أن علماءنا لا يحسن أحدهم بهوى ولا يضعف أحدهم بهوى وإنما بعلم وبما وصل إليه من أدلة ومن حكم أهل الجرح والتعديل على رجل أو آخر من رجال السند فلن بغي أن نعلم أن الأمر هوى وإنما يجب أن نعلم أن الأمر دين اسألوا الله أن يرحم علماءنا جميعا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب وربنا تبارك وتعالى قول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وأجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ويقول جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إذن العبادة رحمة والله رحمة من الله جل وعلا بالخلق لا نبغي أن يضيق صدرك بالعبادة لا نبغي أن تقوم متململا متضجرا متضايقا بل الفضل من الله ابتداء وانتهاء الفضل من الله ابتداء وانتهاء إذ فرض علينا هذه العبادة وأمرنا بها لا له سبحانه وتعالى يعني لأنه لا تنفعه هذه العبادة ولا تضره معصيتنا وإعراضنا وإنما لأن العبادة لنا لنثبت بها عبوديتنا له تبارك وتعالى ثم نعبد الله جل وعلا ونحن نرجو جنته ونخاف عقابه وعذابه وأختم أسباب عبادتنا له بهذا السبب نعبد الله جل وعلا رجاء الفوز بجنته وخوفا من عذابه وعقابه وناره آه يا أجير السوء كيف تعبد الله من أجل جنة وخوفا من نار إذن أنت كأجير السوء الذي إن أخذ الأجرة عمل وإن لم يأخذ الأجرة لم يعمل لا وهل أنا أعرف بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا وهل الخلق كل الخلق أعرف بالله جل وعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين لا وكلا لأن الرسل أعرف الخلق بالخالق وأعرف الخلق بربهم ومع ذلك عبدوا الله جل وعلا وهم يسألونه الجنة ويخافون النار عبدوا الله وهم يسألونه الجنة ويخافون من صخطه وغضبه وعقابه وعذابه فمن عبد الله وهو يرجو جنته ورضوانه ويخاف عذابه وعقابه فما أبعد النجعة بل هو على منهج الرسل وعلى طريق الأنبياء وليس كما قال البعض من عبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره فهو كأجير السوء الذي لا يعمل إلا إذا أخذ الأجر على عمله فإن أخذ الأجرة ألا وهي الجنة عمل وعبد وإن لم يأخذ الأجرة لن يعمل ولن يعبد وإنما الأصل أن يعبد الله جل وعلا لذاته ولوجه الكريم ومن قال بأن من سأل الله الجنة واستعاذ به من النار لم يعبد الله جل وعلا لوجه الكريم ولم يعبد الله لأنه جل جلاله يستحق أن يعبد من قال ذلك وقد أصلت في أول سبب من أسباب عبادة الخلق للخالق أنهم يعلمون أن العبادة حق لله على عباده لأنه صاحب الفضل وولي المن والعطاء فهم يعبدونه ونحن نعبده جل وعلا لذاته نعبده وحده لا شريك له نعبده نبتغي بعبادتنا وجهه الكريم نبتغي رضوانه ورضاه ونسأله جنته ونستعيذ به من ناره قال الله تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم وهو قدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين يدعو الله تبارك وتعالى ويقول واجعلني من ورثة جنة النعيم هذا دعاء من؟ دعاء الخليل إبراهيم هل يعقل بعد ذلك أن نقول بأن الخليل صلوات الله وسلامه عليه ما عبد الله إلا لأنه يريد هذا الأجر يريد الجنة ويقول واجعلني من ورثة جنة النعيم حاشا لله ثم بعد ذلك يقول واغفر لي أنه كان من الضلين ولا تخزيني يوم يبعثون يسأل الله الجنة ويستعيذ به من الخزي يستعيذ به من الخزي يوم القيامة هل يقال بأن الخليل عبد الله من أجل جنة وعبد الله خوفا من نار وبذلك يتهم الخليل بهذا اتهام الذي ذكرت آنفة حاشا لله فهو من أعرف الخلق بربه لأنني أدين لله أن أعرف الخلق بربه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك هذا الخليل يسأل الله الجنة ويستعيذ به من خزي يوم القيامة وقال تعالى في صفات عباد الرحمن قال في دعائهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامة فهم يستعيذون بالله من نار جهنم وهم عباد الرحمن وهذا نبينا وحبيبنا وأعرف الخلق على الإطلاق بربنا جل وعلا يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار في كثير من المواضع بل يعلم الصحابة هذا الدعاء يعلم الصحابة هذا الدعاء ويقوله في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يستعيذ بالله من النار ويعلم النبي المختار الصحابة الأطهار الأبرار هذا الدعاء يدعو الله عز وجل ليدعو الله عز وجل به كل مسلم في صلاته يستعيذ بالله من النار ويسأل الله الجنة ومن أرق الأحاديث الثابتة في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة وابن حبانة وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه فقال ماذا تقول في صلاتك يعني بماذا تدعو الله عز وجل فقال هذا الرجل أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ الله 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 يعني يعني بقول له أنا راقل يعني بلغتنا وبلهجتنا أنا راقل مسكين يعني لا أجيد أن أدعو الله بهذه الدعوة الجميلة الجامعة الكبيرة التي تدعو الله عز وجل بها أنت ومعاذ بن جبل يا له من شرف يا له من شرف أن يقترن اسم معاذ في هذا المقام باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام لطيف من أرق اللطائف فبوله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال له عليه الصلاة والسلام ماذا تقول قال أقول يعني أسأل الله الجنة وعذ بي من النار فقال له النبي المختار حولها أنا ومعاذ ندند حولها أنا ومعاذ ندند وفي رواه وهل تصر دندنتنا إلا ونحن نسأل الله الجنة ونعوذ بي من النار هذه الغاية هذه الغاية وهل وحد الموحدون وصل المصلون وزك المزكون وبك الباكون وخاف الخائفون وقام الليل القائمون وأنفق المنفقون وجاهد المجاهدون واستشهد الشهداء الصادقون وقام الدعاة الصادقون للدعوة إلى رب إلى غير ذلك إلا وهم يسألون الله الجنة ويستعذون به من النار ثم تعالى عشان ما زعلش فريق من الفريقين حتى لا أغضب فريقا من الفريقين تعالى لنقف مع هذا الجمع الراقي الرائق لشيخنا وحبيبنا بن القيم رحمه الله الذي أزال الإشكالة وأزال الخلاف بين الفريقين بفهمه الراقي المسدد فقال مكمن الخطأ وسر الخطأ أن من ذكر أن من عبد الله طمعا في الجنة وخاف من النار كأجير السوء مكمن الخطأ أنهم ظنوا أن نعيم الجنة يقتصر على النعيم الحسي المادي على الحور والحرير والخمر والذهب واللبن والعسل إلى غير ذلك قال هذا هذا النعيم هناك ما هو أعلى منه هناك ما هو أعلى من هذا النعيم في قول الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر يعني أكبر من كل صور النعيم الحسي هذا ورضوان من الله أكبر فقال فنعيم الجنة الأكبر ونعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا في لبنها ولا حورها ولا حريرها ولا ذهبها ولا عسلها ولا خمرها ولا حريرها إلى غير ذلك ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها جل وعلا وبهذا يزول الإشكال بالكلية لا تتصور أن النعيم مقصور على هذا النعيم الحسي على هذا النعيم المد أبدا بل النعيم الحقيقي النظر إلى وجه الرب العلي قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة والحسنة هي الجنة والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم ولله در القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعير الخدري ومن حديث صهيب الرومي واللفظ لمسلم من حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك فيقول الله جل وعلا هل رضيتم هل أنتم راضون فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار فيقول العزيز الغفار أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول ربنا جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يا الله يا الله اللهم أحلل علينا رضوانك ولا تسخط علينا لا في الدنيا ولا في الآخرة يا أرحم الراحمين لأن الله عز وجل أقول ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى ولا شك ولا ريب أن من حل به رضوان الله تبارك وتعالى فقد سعد سعادة لا شقاء بعدها لا في الدنيا ولا في الآخرة فرضوان من الله بالعبد يجعل العبد وليا وإن كان شقيا رضوان الله بالعبد ورضوان الله على العبد يجعل العبد وليا وإن كان شقيا ورضوان من الله أكبر والسؤال الأخير أيها الأفاضل حتى أنهي حديثنا الليلة في قوله تعالى إياك نعبد لنقضي حلقة كاملة أخرى بإذن الله تعالى مع قوله تعالى وإياك نستعين وإياك نستعين أطرح السؤال الأخير في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج وأقول كيف نعبد؟ ما العبادة؟ من نعبد؟ لماذا نعبد؟ كيف نعبد؟ والجواب نعبد الله جل وعلا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام بن تيمية إن دين الله الإسلام مبني على أصلين الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن نعبده جل وعلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبالشهادة الأولى لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية نشهد أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود جل وعلا فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام كيف نعبد؟ على سنة المصطفى لا ابتداع لا ابتداع في الدين فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف نعم روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا أي في ديننا أحدث يعني ابتدع في أمرنا أي في ديننا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على رأسه لا قبول له من عند الله ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين بالإخلاص والاتباع فإن أخلصت النية وابتدعت ولم تتبع سنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فالعمل مردود وإن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبتغي بعملك وجه الله فالعمل مردود فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثم فليكن هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والذكر والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل والتفويض والحلف والطواف إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة والأعمال البطنة يجب أن تكون خالصة لله ويجب أن تكون موافقة لهدي الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه وإلا فلن ترفع العبادة ولن تقبل الطاعة قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أيها الأحبة أطلت النفس في قوله تعالى إياك نعبد ولم لا وهذا هو الأصل الأكبر والأول الذي من أجله خلق الله الخلق وخلق السماء والأرض وخلق الجنة والنار وأنزل كل الصحف والكتب وأنزل كل الصحف والكتب وأرسل من أجل هذا الأصل جميع الأنبياء والرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لكن اعلم يقينا أن أي عبادة وأي طاعة وأي عمل لا بد أن يكون محفوفا بإعانتين بإعانة قبل العمل وإعانة بعد العمل وإلا لم استطعت أن تؤدي هذا العمل ولم استطعت أن تثبت على هذا العمل هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا انقدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القادمة ونحن نفسر قول ربنا وإياك نستعين جعلني الله وإياكم من أهل العبادة وجعلنا الله وإياكم أهلا لعونه قبل العبادة وبعد العبادة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الربانيين العاملين إنه على كل شيء قدير والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته